السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النهاردة إن شاء الله نتكلم معكم عن فوائد كتيرة جدا على رأسها طبعا تهدئة الأعصاب لزيت الزعتر زي ما احنا عارفين إن الزعتر من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لأنه بيحتوي طبعا على عناصر غذائية مفيدة جدا بتساعد في العلاج والوقاية من بعض الأمراض ولكن عزيز المشاهد قبل ما ابتدي الفيديو لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرانكم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد لايك وشير للفيديو إذا أعجبكم أول حاجة معانا هي الوقاية من أمراض القلب بيتماس طبعا زيت الزعتر بيحتواء على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة اللي بتساعد على منع التأكسد الكوليسترولي الضار بالدم وبتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكمان بيعملك الحد من السرطان لأنه بيساعد المواد اللي بيحتوى عليها زيت الزعتر على الوقاية من السرطانات عن طريق مكافحة الشوادر الححرة اللي بتسبب من تأحويل خلال جسم إلى أورام خبيثة كمان بيخففلك التوطن لو أنت استنشقت زيت الزعتر بيعمل على الاسترخاء اللي احتوى طبعا على مركبات نباتية وهي بتساعد على تهدئة الأعصاب وبتخفف التوتر الناجب عن اضطراب الهرمونات بالجسم كمان بيعالج بعض الأمراض الجلدية لأنه مضاد للفتريات والبكتيريا لأنه بيحتوي طبعا على خصائص علاجية وساعة المجال بتعالج حب الشباب التعلبة الأجزيمة وأي مرض جلدي ممكن يكون متاح كمان لضمان أن انت تقدري تستخدميك كمرض جلدي بتقدري تعملي مزيج من بعض الزيت الأخرى زي زيت الليمون زيت الليفاندر الروزماري مع زيت الزعتر هتحصل على طبعا نتيجة أفضل وأفضل كمان بيقوم السعال لأنه بيحتوي على مواد بتعملك الوقاية من نازلات البرد والإنفلونزا التشنجات مكافحة الالتهابات اللي بتوصل للجهاز التنفوذي مفيد جدا لصحة الفم الناس اللي عندها مشكلة في اللسا الناس اللي عندها تسوس الناس اللي عندها التهاب في اللسا أو نزيف اللسا بشكل مستمر بيحسن عملية الهضم لأنه طبعا بيعمل على تهدئة المعدة لأنه غني بمادة سيمول اللي بتساهم في علاج عصر الهضم الأثار الجانبية هي ممكن اللي يحصل لنا من الزيت الزعتر برغم كل الفوائد الكبيرة اللي حالي يتكلمنا عنها الأثار الجانبية أنه هي بيعمل تهيج للجلد خاصة للناس اللي عندها حساسية من الريحان أو النعناع هيكون كمان نفس المشكلة مع الزعتر الإجهاض والولادة المبكرة عشان كنا احنا دايما بيقول لو في حاجة مدرة للحمل استشير طبيبك الأول الناس اللي عندها ضغط مرتفع ممنوع طبعا لأنه بيسبب في تنشيط الدورة الدموية بشكل ممكن يؤدي إلى ارتفاع الضغط بنسبة أكبر وأكبر وأكبر فيديو بسيط وسهل يا ربي نلقي إعجابكم ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ويا رب أكون قدرت أفتكم ولو بجزء بسيط متابعين الكرام لو أحتاجين حاجة سيبولي في الكومنتات أنا شوفت اللي طلب مني كذا حاجة وبحضرها إن شاء الله هنزلها مرة واحدة متابعين الكرام ضمتوا في حز الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته